أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدان خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تشهد تناميا مستمرا عززته الرؤى المشتركة التي وثقت الشراكة الاستراتيجية الثنائية وأشار سموه إلى الحرص على المضي قدما بالدفع بالتعاون الثنائي نحو فضاءات أوسع بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومع لشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعدت الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آلين هيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بمملكة البحرين حيث أشهد سموه بجهود السفير في مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين متمنيا سموه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهمه المقبلة وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بتنمية وتطوير مسارات العمل والتعاون المشترك بين البحرين والإمارات متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والاستهار ترجمة نانسي قنقر